موسيقى موسيقى طبعين معاكم فقرات دنيا يا دنيا اليوم احنا طرحنا عليكم سؤال ولا زال السؤال مطروح اذا كنتوا شاركتوا بأي عمل تطوعي عشان هيك رح نحكي عن التطوع حتى نفهم ما هو التطوع وكيف يكون وكيف يؤثر علينا رح ناخد النسب بالنسبة لأجوبتكم على هذا السؤال لكن قبل ما ناخد النسب رح ندردش مع احدى الناشطات او هي تفضل انه نحكي انه عاملة في مجال التنمية الشبابية وفي مجال المجالات التطوعية بوثينا قمر اهلا وسهلا فيك بوثينا اهلا وسهلا نحن اصدقاء نعرف بعض من خلال مؤسسة طمي وهي احدى المؤسسات الرائدة في العمل التطوع بالبلاد وانا كان ايه لي الشرف انه نعود مع بعض هيك نبحث مجموعة من الافكار اللطيفة شرف انه بداية يمكن اول سؤال هيك بخطر على البال تعريف ما هو التطوع حلو هلا يمكن تعريف لحصر معنى التطوع ما رح ادخل فيه عشان ما بدي احصر ايش يعني التطوع بس كلمة تطوع هي يعني ايش اللي بيعطيه البني آدم بدون ما ينفرض عليه او بدون الزام فممكن هذا يكون بوقتك باشي عندك بمهارات موجودة عندك بس يمكن بحب احكي شوي عن انه هلأ يعني كتير عم نسمع تطوع و هلأ لما نيجي كمعن عن نسب رح نشوف قدي عم جد فيه ناس عم تعمل عمل تطوعي بس السؤال انه هلأ هذا اشي يعني جديد موجود عنا يعني عم نحس كتير في مؤسسات بالمدارس صار فيه مثلا اللي هي الكميونيتي سيرفز او الخدمة المجتمعية التطوعية بس اذا منرجع لأيام زمان كان فيه اللي هي مفهوم العونة والعونة كان يعني اعطيك مثال عليها كان مثلا انا عندي انا مزارع عندي الأرض وعندي عيلتي بس فيه كمان جاري كمان عنده أرض وجاري فبأيام الحصاد علشان الكل يعني كان فيه فكرة الناس للناس فان يجي والله نروح نساعد ابو فلان نحصد معه تاني يوم يكون الدور اللي عندي فكان الفكرة هي مش اشي جديد هو موجود بموروسنا المجتمعي موجود برضو بالسياق الديني فدايما فيه العمل الخير من تطوع خيرا فهو خير له فهاي المفهوم موجود عنا وهو يعني فعليا كان كنمط حياة بس لما نحكي انتقلنا من مفهوم القرية صار شوي المدنية أكتر أو خلينا نحكي تركز على الفرد فأنا فيه بشتغل التخصص معين عندي دوام صورت عندي وقت فراغ وممكن اروح اتطوع فيه فشوي تغير الشكر لمفهوم التطوع الحالي بس هو مش اشي جديد ولا مستحدث وموجود هو جزء من ثقافتنا جزء من أخلاقنا وجزء من تربيتنا أصلا يعني يمكن ما كان بحاجة لمؤسسات لحتى تذكرنا بمفهوم التطوع لكن يمكن تغير حياتنا الاستهلاكية وكل واحد صار مركز بس على حاله على أسرته الصغيرة خلينا نغيب شوي عن الوقفة والعونة يمكن مع جيراننا ومع ناسنا ومع أهلنا أنا بالزمنات كنت حاضر لحقت شوي الحصيضة وهذه العونة كنت يزء من هذه الحالة لطيف جدا طيب هلأ نحكي عن التطوع أو العونة بغض النظر يعني بمجتمعنا الأردني عم نشوف كتير المبادرات اللي تتطلب أن يكون هناك مجموعة من المتطوعين وعادة من جيل الشباب لأنه في عمل فيزيائي في إشيك بده شوية عضلات كيف بصير بديش أحكي جذبهم يعني إقناعهم بالفكرة وعلى أي أسس بتم المشاركة في هذا العمل التطوري عادة حلو هلأ خليني أحكي الشاب والصبية بشكل عام ومن خلال خبرتي من خلال أنا يعني كحدة أنا درست علاج طبيعي ودخلت التخصص وأنا آه بدي أياه بس لما بلشت أدخل المستشفى وأشوف مرضى اكتشفت أنه مش هذا الإشي اللي بدي أياه بنفس الوقت كنت عم ببلش أعمل أعمال تطوعية فدخلت مجال التنمية من خلال تطوعي يعني على المستوى الشخصي دخلت بأنه أنا في حابة أعطي من وقتي حابة أعمل خير بس اكتشفت أنه تمام بس فيه كمان بيفتح لك أفق بمجالات مهنية بيفتح لك علاقات وشبكات فدوافع للتطوع يعني تختلف في مثل ما قلنا فيه الدافع الديني فيه ناس بتها تطور حالها في كتير شباب يقولون لك أنا والله جاي بدي أزبط السي في تبعتي عشان لما يحكوا لي بدي خبرة عمل مثلا أنا عندي خبرة بكذا كذا شاركت وشاركت وشاركت نعم بس كمان فيه اللي هي اللي إحنا مش كتير كمان منحكي فيها يعني كتير مرات بيكون المهمات التطوعية منحكي لها تاسك دريفن يعني تعال نعمل هالشغلة ومنروح بس ما منعمل رفلكشنس طب أنا إيش صار معي بعد ما عملت هاي التجربة إيش المهارات اللي اكتشفتها بنفسي وما كنت بعرف عنها للأسف إحنا كمان لأنه دايما منفكر حتى بحكي كنت مع بنت خالي هي سنة أولى بالجامعة فخلص عم تدرس هالتخصص وأنه الآن بعد أربع سنين كيف بدي أشتغل فحلو لطيف بس في الحياة مش مسار واحد يعني دايما فيه تشعبات بالحياة فالفرص التطوعية وأنك تروح وتشارك بأشكال مختلفة وتعطي من وقتك هي كمان بتفتح لك آفاقلة تكتشف أشياء كتير بذاتك وتبلش تنظم ذاتك يعني أنت عندك مهارات معينة تمام حيلو طب كيف بدي أبلش أنظم حالي أنظم وقتي أنظم هاي المهارات تفتح لك كمان أفقلة أنت تعرف المجتمع اللي حواليك مش بس الحياة من الجام على المدرسة والبيت والسياقات المحدودة لا في كتير كمان أشياء من مواطنتك ومن انتمائك للبلد ومن انتمائك للمجتمع بشكل عام يعني يمكن التطوع يكون هو واجب بس إحنا مش مدركين قديش هو واجب أنا يمكن بدي أروح لسيكولوجية التطوع لأنه تعرف إحنا مجتمعات شوي يعني محافظة نوعا ما وأحيانا يعني أوكي بطلع الشب وممكن يساهم ونطرعين والله بدنا نطرش بدنا ندهن بدنا نساعد هون في مبادرة لطيفة بس عالة بيكون في مشكلة يعني مع الصبايا وجديد يمكن الجيل الجديد صار أكتر إقبالا والأهالي أكتر تفاهما إحنا على المستوى المدني يمكن محلولة المشكلة عم بطلعوا هالصبايا والشباب ومفهوم أنه في يعني في علاقة لطيفة أخلاقية وعم بيشتغلوا مع بعض بغض النظر يوم كامل لكن إحنا بحاجة للتطوع يمكن أكتر بالمناطق النائية بالقرى بالأرياف وهناك منواجه شوية مشاكل أنه وين راحين هالشباب والصبايا أنه وين طالعا يا بنت يعني هل كيف ممكن أو شو الرسالة الممكن نحكيها للناس أنه بقيمة التطوع قديش يعني تكون في يعني حتى يتطمنوا الأهالي أنه وين رايح البنت يعني هلأ يعني باتفق معك مية بالمية أنه مرات للشباب وللصبايا حتى في مش بس فكرة وين رايح وين مرات عدم إدراك لقيمة وأهمية التطوع فبيصير مثلا أنه طب ما ركز على دراستك هلأ بدك تروح تضيع ساعتين ثلاثة تعمل طب شو ما أنت لا متفوعل لك ولا في شي مقابل ففي يعني كم برضه وعدم إدراك لفكرة التطوع وهذا اللي أنا مبارحة جد قاعدة أنا وصحبتي وبقولها بكرة والله عندي مقابلة بتقولي عن شو بدك تحكي بقولها عن التطوع وجبنا سيرة أمهاتنا أنا أمي معلمة وأمها معلمة وأمهاتنا يعني تقاعد فبقولها إيش بتعمل تحكي لي ولا شي بتستناني بعد الشغل عشان تحكي لي إيش صار معها باليوم وأنا بفكر بوالدتي بردو بقول يعني أدي عندها مهارات وأدي عندها إشياء بتقدر عن جد تعطيها هاي قصة وهلأ كلمان رح أحكي لك قصة وبعدين من هاي هذا مضوع تاني هلأ نفتحه القصة التانية بدي أحكي لك ياه أنه في شاب كان متطوع معنا وهو عمره 17 سنة وكنا عن جد عم نعمل كتير إشياء حلوة ببرنامج معين فدى درجة أنه لما إيجا يختار تخصصه الجامعي قال أنا بدي أدرس علم اجتمع والشاب درس وكمل علم اجتمع وبعد ما تخرج بيجي بيمرؤ عنا على المكتب فبيقول لي أنا بدور على شغل وما في مجالات يعني هيك شوية عنده مستاء يعني فبقول له صديقي إيش طب إحكي لي إيش عملت أنت بهدول الأربع سنين يعني غير الدراسة إيش عملت شاركت بمبادرات وإن هاي بقول لي ما عملت إشي صراحة أكون صريح معك أنا أنا ساكن بقرية بعيدة أنا ما بقدر أتحمل المصاريف أنا فقلت له طيب بالقرية اللي أنت ساكن فيها ما في مثلا جمعية ممكن تعطيك مساحة تتطوع فيها أنت عندك مهارات كتير ممكن تدرس مادة لمجموعة من الأطفال ممكن تنظم أفعاليات معينة فصفا هو فالفكرة المشكلة هي يمكن أنه إحنا صرنا أنه آه وين بقدر أتطوع دور على مكان بس بطلنا نشوف إحنا عندنا كتير إشياء يعني أنا هلأ لو أسألك أنا بعرف أنك إنت مثلا إليك خبرة بالمسرح ولو أسأل ما بعرف إيش اسمك المصور إيش في مهارة بتعرفها هلأ رح تحكي لي إشي يعني لو هيك أكتبه مع ورق أو ألم وأقولك أنا مثلا أنا عندي علاقات ممكن نرتب ورشة عمل بحيث نستفيد من هاي المواهب ومن هاي المهارات أنا معاك في فكرة نقل دايما نقل المنتج الثقافي أو ما يمتلكه الشخص والفرد من أدوات ومن مهارات نقلها للآخرين في بيئته في مجتمعه يعني أنا ببدايات أول ما تخرجت كنت أروح أقرأ قصص بإحدى المدارس للطلاب والطالبات الصغار بحكم يعني أنه أنا درست مسرح وبعرف أقرأ القصة وأسردها بطريقة هيك مثيرة وكان هذا واحد يعني أولى الأعمال التطوعية بعد التخرج يعني حكيتي عن والدتك ووالد صديقتك أنا يمكن كمان هذا الموضوع عالة أتطوع وكأنه محصور على الشباب اليوم عام ينحكي عنه في جيل كبير من المتقاعدين في جيل كبير من كبار السن اللي لا زال يعني كمان جواتهم في داخلهم نوع عمد العطاء وبحب يكونوا جزء من المجتمع ويمكن هنه بفتقدوا لهذا التواصل مع المجتمع يعني بنعرف المتقاعدين العسكريين عادة بفتقدوا هاي فكرة الأوامر تلاقيهم عصب فهي أنه أنا آسف ما عليش يعذروني كنت متعود يعني هذا بس احنا بنحكي عن التقاعد هذول المسنين اللي ممكن توظيفهم في أعمال تطوعية قد تكون مش ما بتطلب عمل فيزيائي يعني فيها إشي إبداعي زراعة بعض التفاصيل هيك على أرصفة الشوارع الدهان كذا هل في عندنا أفكار لمبادرات تعنى بهذول المتطوعين لأستخطاب هذا النوع من المتطوعين تحديدا هل أنا صراحة يعني بدي أوجه عن جد هاي الرسالة لكل أب و أم لأنه مرات بيصير انغيماس بالعمل وانغيباس بتربيت الولاد فنوصل لهاي المرحلة طب أنا هلأ إيش بقدر أعمل فلي بدي أحكيه أنه عن جد إعادة التفكير بالمؤسسة مش المؤسسة اللي بدها تقدم لفرصة التطوع ببيتي كمؤسسة تنموية بعيلتي إيش أنا مثلا أنا وين ابن أخوي إيش بقدر أعمل وأساعد معه يعني نفكر عن جد باللي حوالينا قبل ما نروح ونعمل اللي هي الشكل اللي اللي هي أحد الأشكال اللي قاعدة عم تتقدم مين بقدر ممكن أدرسه ومين بقدر أنا نمشي مع بعض ونتساوي إشي بالحديقة اللي حوالينا بالحارة يعني فيه هي شغلة التطوع عن جد مرات بتكون بالأشياء البسيطة اللي بتحسسنا أنه إحنا عملنا إشي وبرضو عن جد بتعيد توظيف لمهاراتنا اللي هي موجودة في خدمة المجتمع اللي محيط فينا كمان لايمكن ملامسة يعني أني كتلامسي شو معنى التطوع يعني المعنى القيم اللي عليك كمتطوعة بيسقط عليك بعد التطوع يعني بعد العمل التطوع فيه كتير مفاهيم وقيم وأخلاق واليوم بلشنا الصبح أنا ودانا بالإفتاحية حكيت عن تجربة سمعت هيك لقاء من أحد الصبايا بتقول أنا كل اللي تعلمته بالمدرسة كوم بال11 ثانية واللي تعلمته بهاي الورشة شيء آخر على مستوى القيمة الإنسانية يمكن برجعني لسؤال أنه قديش فكرة العونة وفكرة التطوع من خلال الأسرة يعني يبلش بالأسرة يبلش بتنمية الطفل من البداية على أفعال تطوعية على فكرة التطوع ويكون في فعلا النشاطات التطوعية من هن الزهر حتى ما يصف في الموضوع أنه لما يكبروا شو أتطوع ما أتطوع أنا ما أتطوع أنا ابن فلان أو كذا يعني فيه تفاصيل عندنا كمان بمخنا أشياء يعني هل بتعتقدي كمان إحنا بحاجة لتدعيم هذا الوعي على المستوى الاجتماعي بمفهوم التطوع قديش التطوع يسبغ الشخصية الإنسانية بكثير من القيم الجميلة الإنسانية والأخلاقية والدينية حتى يعني قديش بتحسي أنه فيه تقصير بهذا الجانب هلأ يمكن فيه صديقة لإلي هي أكبر مني بحوالي عشر سنين فبتحكي لي أيام الجامعة عندنا ما كان فيها الأدة فرص زي ما هلأ متاح لإلكم يعني نحكي أنه ما فيه هلأ يعني مجالات أو فرص للشباب هي متاحة بس كمان لسه بدنا كمان نضلنا نشتغل عليها أكتر يعني على مستوى السياسات مثلا في أستراليا اللي هي تعتبر من البلدان اللي عم تستثمر بالإنسان من خلال سياسات يعني عم تحكي كيف الاستراتيجية الوطنية للعمل أو الاستراتيجية الوطنية للشباب في الاستراتيجية الوطنية للمتطوعين والمتطوع مش الشاب والصبية اللي أعمارهم من 15 ل25 هي كل مواطن موجود فهاي يعني ممكن تكون خطوة لأدامه هاي بدها حلقة لحالها يعني اللي هي كيف يعني إحنا دايما نحكي الإنسان أغلى ما نملك ونعمل كمان شغل باتجاه يعني الاستثمار بالإنسان فممكن كمان دسة كمان نحن نتمنى هاي القيمة يعني القيمة التطوع يعني حاضرة عند الناس وموجودة أنا بدي أشكرك وثينا قمر العاملة في مجال التنمية الشبابية والتطوع وأنا بعرف قديش انتي ناشطة ونشيطة بس أنا رح أسألك سؤال برأيك قديش نسبة رح يجاوبوا أنهم تطوعوا في الأردن هيك برأيك نسبة وتناسب مين تطوع مين لم يتطوع نعم لا هلأ إذا بدي أقول لك من غير أعطيني أرقام خمسين ستين سبعين يعني بالمئة مين نعم مين لا يعني بدي أحكيها إذا بالمفهوم التطوع المحصور بالبرامج ممكن خمسين بالمئة خمسين بالمئة متطوعية طيب نشوف مع بعض النتائج شكرا كتير بوثينا قمر مرة ثانية اشتركوا في القناة